موسيقى شالنباك يحذر من تولي حقيبة الخارجية من كبل حزب الحرية ارتفاع معدل البطالة لثالث أدنى نسبة في عشر سنوات حكومة تأفين المساعدات من حق الجميع وليست للسوريين فقط زيادة المساعدات الاجتماعية بنسبة 4.6 العام المقبل إدانة جديدة لدعيشي بعقوبة السجن طويلة بعد محاولاته تجنيد شخص وأخيرا وفاة عشرة أشخاص في حوادث متعددة خلال 24 ساعة مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم عرب وزير خارجية النمسا أليكساندر شالنباك عن ثقاط فيه في فوز حزب الشعب في الانتخابات البلمانية المقررة في 29 سبتمبر المقبل مشيرا إلى عدم ثقاطه في استطلاعات الرأي التي ترجح تصدر حزب الحرية للنتائج وأكد شالنباك أنه لا ينبغي تسليم حقيبة وزارة الخارجية لهذا الحزب وقال أن استحواذ حزب الحرية على الوزارة سيكون فكرة شديدة للانحضار مضيفا أن التفكير في توزيع الحقاب الوزارية في الوقت الراهن هو خطأ كبير كما توقع شالنباك أن تختلف نتائج الانتخابات النهائية عن استطلاعات الرأي الحالية سجل سوق العمل في النمسا تراجعا ملحوظا في يوليو مع ارتفاع عدد العطلين عن العمل إلى ما يصل ل342 ألف شخص بزيادة قدرها 31187 شخصا مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي ويمثل هذا زيادة بنسبة 10% ونسبة بطالة تبلغ 6.4% وهي ثالث أدنى نسبة خلال العقد الأخير وقالت بيترا دراكسل من مكتب العمل آمس أن البيانات تعكس ضعف الاقتصاد مع تضرر كبير في قطاعي الإنتاج والبناء وارتفاع البطالة في قطاع السياحة وأظهر مكتب الإحصاء النمساوي انخفاضا في عدد الوظائف الشاغرة بالنسبة 18.4% دافع بيتر هاكا عضو مجلس المدينة عن الحزب الاشتراكي اس بو عن نظام المساعدات الاجتماعية في فينة مؤكدا أن تقديم الدعم للأطفال لا يمكن تحديده بحد أقصى حيث يحتاج الأطفال إلى الطعام والملابس والأدوات المدرسية وجاء دفاع هاكا في ظل الجدل الذي أثاره تقرير صحفي حول تلقي عائلة كبيرة من سوريا 4600 يورو كحد أدنى من المساعدات الاجتماعية واعتبر حزب الحرية اف بو هذه المساعدات مبالغا فيها حيث وصف ماكسيميليان كراوس تصريحات هاكا بالهراء فيما دعا كال مارا من حزب الشعب اوفو بي إلى تعديل السياسات لتقليل تضفق الأجانب إلى المدينة من المتوقع أن ترتفع المعاشات التقعودية في النمسا بنسبة 4.6 اعتبارا من العام المقبل بناء على معدل التضخم الأولي لشهر يوليو حيث ستعتمد الحكومة هذا الارتفاع وفقا للعامل القانوني للتعديل الذي سيثبت في سبتمبر وسيؤدي ذلك إلى زيادة المعاشات ومخصصات الأسرة والمساعدات الاجتماعية بنفس النسبة كما ستمدد حماية المعاشات الجديدة لسنة إضافية وسيشمل التعديل أيضا زيادة الفوائد الاجتماعية والعمالية في المقابل ستطبق الحكومة جولة عدم زيادة الأجور على كبار السياسيين بينما ستحدد زيادة أجور السياسيين المحليين من قبل الولايات حكم على الإرهابي لورنس في محكمة تافيين الجنائية والذي أدين في أبرير 2018 بالسجن لمدة 9 سنوات بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش بعقوبة إضافية طويلة وأدين لورنس بمحاولة تحريض مواطن ألماني على تنفيذ هجوم باسم تنظيم داعش أثناء فترة السجن وحكم عليه بالسجن 16 عاما بتهمة التحريض على القتل ورغم أن الجريمة لم تنفذ سيبقى لورنس في السجن حتى أكتوبر 2026 لتأدية العقوبة السابقة وذلك لتورطه في محاولة تحريض طفل على صناعة كنبلة وفي الوقت نفسه برأته المحكمة من تهمتين مماثلتين والحكم لم يصبح نهائيا بعد وفي خبرنا الأخير شهدت النمسا عدد من الحوادث الممورية المميتة وحوادث السقوط أثناء تسلق الجبال ذهبت حياتها أكثر من عشرة أشخاص وفي آخر 24 ساعة شهدت تأفيين حادثا مروريا مميتا حيث فر صائق سيارة شاب بعد العثور على مواد مخدرة في سيارته وإجراء فحص طبي له وانتهت المطاردة بوفاته وفي النمسا السفلة شهدت المنطقة سلسلة حوادث مرورية مميتة أدت إلى وفاة ثلاثة أشخاص كما سجلت ولاية اشتاع مارك حدث دراجة نارية حيث توفي شاب وفي حدث منفصل لقى اثنان من فرق الإنقاذ الجبالي من كانتن حتفهما بعد سقوطهم من ارتفاع 200 متر وكانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفقراط على هواتفكم كنت معكم أنا ريم أحمد أم سياس عيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر